تضيف العاصمة أنجمينة الاجتماع الأول لوزراء خارجية الدول المجاورة للسودان الذين يتواجدون هنا في أنجمينة منذ الأحد السادس من أغسطس 2023 الاجتماع الذي تحتضنه العاصمة أنجمينة يعد امتدادا لإقمة القاهرة التي أوصت بإنشاء آلية يزرية لوضع خارطة طريق تسهم في إنهاء الحرب الدائرة في السودان وقد استقبل رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو وزراء خارجية دول جوار السودان على هامش اجتماعهم الأول الذي من المقرر أن يبحث الأزمة السودانية بأبعادها المختلفة السياسية الأمنية والإنسانية وأكذا تأثيراتها وتداعياتها على دول الجوار والإقليم بشكل عام وخلال اللقاء أكد لهم رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبيتنو أنه يتابع باهتمام كبير مجريات الأحداث وأحثهم على الخروج بنتائج تساعد في التوصل إلى حل للأزمة السودانية اجتماع وانجمينا جاء نتيجة جهود مكثفة لسلطات الجادية والآلية الوزرية للتواصل مع الأطراف المختلفة بناء على توصية قمة القاهرة ويهدف اجتماع وانجمينا إلى تقديم مقترحات عملية تساعد رؤساء دول جوار السودان في العمل على إنهاء الحرب التي أنهكت الشعب السوداني وألقت بظلالها على دول الجوار بتدفق مئة الآلاف من اللاجئين اشتركوا في القناة